بداية تحيي المرأة الجزائرية اليوم عيدها العالمي في ظل إنجازات ومكاسب تعززت أكثر في عهد الجزائر الجديدة وبهذه المناسبة وجه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة هنأ فيها المرأة الجزائرية مشيدا بدورها في المجتمع ومشاركتها البارزة في التنمية المستدامة بشغلها نسبا عالية في عديد القطاعات السيد الرئيس أكد أن الجزائر الجديدة لن تكون إلا باعتمادها على المرأة وهي كاملة الحقوق مصونة الكرامة وأن المنصفة الحقة التي تعمل على تكريسها هي مكسب دستوري يتعين أن يتجلى بصورة واضحة على أوسع نطاق في مجتمعنا ولن يكون هناك أي تراخ أو تغافل على المساس بهذا المبدأ